أول حبل من حبائل الشيطان في الإقابة المعصية يأمرك باستماع حديث المعصية يا أخي منين بيجيبوا هذا الحشيش لك بس عريف يعني من شان شي بس انه شان تطلع من الحشيش منين بيجيبوا قديش حقق الله سيجارة الحشيش لازم تعرف يعني لأنك إذا ما تعرفت يعني ما معقول كمان مضلك طلطميس أنت عايش بالألفين وعشرين شفنا بس منين بيجيبوا وقديش حققهم هدون وبعدين بالله خلي يحكوا لك أنه هي طعمتها طيبة لما مو طيبة بقى هو بس يأمرك باستماع حديث المعصية هلأ ربك يأمرك ألا تستمع لحديث المعصية ويأمرك إذا في مجلس عم يحكوا في أحاديث معاصي تحمي الحالة وتمشي قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إذا بتقعد مع ناس عم يحكوا أحاديث المعصية وبيعجبك الحديث ويبضلك قاعد ومسترسل وبتعزمهم مرتان يتعول عندي قال الله تعالى إنكم إذن مثلهم نسأل الله السلام فأول حبل يا أخوان يرميها الشيطان في معركته معك من أجل أن يوقعك في المعصية أن يأمرك باستماع حديث المعصية هلأ لا سبح الله إذا الواحد مشي بهذا الطريق وصار يسمعه أخي ما عليش وواحد بتسقف وبيعرف وشو بصير يعني وشو حياكلوني يا الله وكيلك عندي عائل بأد بلد بيوزن بلد والله ما حدا بيقدر يأثر عليه يرمي له الحبل الثاني يأمره بالنظر إلى المعصية وأهلها أول شي سمع بعدين بيقول له أخي روح شوفهم يعني هذون لما بيشربوا حشيش يعني شو بيصير بالله قال بيزهزهم شو يعني بيزهزة تعال أفرجيك واحد عن بيزهزة هات بالله يخلاخدني لعند واحد مزهزة ومشان شي بس لنشوف يا أخي شو بده يصير يعني إذا شفته أنا وإذا شافني أنا أعوذ بالله والله ما بقرب على الشغلة بس بشوف يعني مشان أطلع مشان الثقاف فالشيطان بيزهزة لك هذا الحبل النظر إلى أهل المعصية والله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يغضوا من أبصارهم عن شو عن كل ما حرم الله تعالى كل ما حرم الله تعالى عليك غض بصرك عنه بل كل ما كرهه الله تعالى غض بصرك عنه دع قلبك هذا الذي اشتغل بالذكر يرى أنوار الله تعالى شو بدك بالمعاصي شو بدك بالنظر إلى أهل الفجور وشو بدك بالنظر إلى مواقع الرذيلة والفاحشة هذا النظر لاحقاً سيورثك في القلب ظلمة وتذكر أن كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر فكم من نظرة فعلت في قلب فاعلها ناظرها فعل السهام بلا قوس ولا وتري هذه حبل من حبال الشيطان يأمرك بالنظر إلى المعصية وأهله فإن هو اعتمر بأمره أول شيء قال له اسمع بعدين قال له الطلاع فإن هو اعتمر بأمره يدعوك لمجالسة أهل المعصية أنه عود معه وعاك تحكي أحاديث هذه الفجورة اللي بيحكيها أنت ما بصير تحكي أنت بتحضر بالجوامع بس أخي عود بس أعدد أنت منيح كلك رفاءات صالحين وكلك رفاءات يعني من الطرف الآخر والله عز وجل يقول في القرآن الكريم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍّ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ لا سمح الله لا سمح الله إذا كنت مو منتبه كنت تعمل جلسات وتعود مع ناس يظلمون أنفسهم ويخالفون أمر الله وهلأ أسمعت هذا الدرس فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين يخشى أن ترفع تقارير وسترفع إلى رب العالمين مين أعد بهالجلسة التي كان في هذه المعاصر معقول يرفع التقارير عنك إلى رب العالمين بأنك جالس مع من يغضبونه يأمرك بسماع الحديث ثم بالنظر إلى أهل المعصية ثم بمجالسة أهل المعصية رقم أربعة يأمرك بتمن المعصية بعد ما سمع وشاف وأعد مع أهل المعصية يصير يقول والله يا أخي نيالون والله شي حلو حاسس لك ياهم مبسوطين حاسس لك ياهم هنين اللي عايشين بهالدني يا ريتي صح لي اللي صح لهم يا لطيف وتمني الكفر كفر وتمني الضلال ضلال وتمني المنكر منكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها في واحد مو أعد معهم بسألني يالهم حلال عليهم والله هنين اللي عايشين بهالدني هنين عرفانين يدبروا حالهم قال إذا واحد غايب عنه نرضي كأنه أعد معهم ومرات واحد بسبب من الأسباب بيكون جالس بالمكان هو لا يريد أن يجلس بس محكم بأن يجلس لكن قلبه ينكر هذه المعصية قال كان من حضرها فأنكرها كمن غاب عنها رقم خمسة بعد ما سمع ورأى وجالس وتمنى الآن صار استوى يأمره الشيطان بفعل المعصية صار جاهز هذا العبد ليفعل المعصية اشتركوا في القناة